أكيد رجعنا بعد ما شفنا البريك طبعاً أكيد رح نعمل هنا طبقه أخير اللي هذا اليوم رح يكون عندك أكيد الحلويات رح نعمل أكيد بطريقة كل شو هم تولم الصلطة و هم تولم الوجبة اللي سويتها بالبداية اللي هي طبعاً أكيد موجودة بالفرن بعدها تقريباً يعني خمس دقائق أو عشر دقائق تكون مستوية كل المواد اللي بها مستوى معادة العجينة العجينة تخبز بطريقة بسيطة حتى أقدر أن أقدمها بطريقة كل شو حلوة أيضاً زينها نجينا للحلويات لكن قبل الحلويات شو أقدر أن أطي طعم الفحم يكون موجود بالأطباق اللي تكون مدخنة أو تكون بالفرن أول شي تأخذ سيليفونة سيليفونة تخلي بيها الفحمية لكن الفحمية لازم أن تكون مشتعلة بعد ما تكون مشتعلة هنا تخلي عليها زيت قطرات من الزيت وبعدين تخليها بالفرن تقوم تطيق هذا النكهة وتطيق نكهة الشواء أو نكهة طعم المدخن أو السموك حتى باللبن المدخن نفس الطريقة تسوى تخليها بالطرف اللبن بالطرف اللبن يلا نشوف مقادير طبق الحلويات لهذا اليوم ستكون الأطباق زبدة 100 غرام سأستخدم سميد نعم 2 كوب سكر 2 كوب ماء كوب ونص أو ممكن أستخدم منها حليب جوز الهند ومكسرات أيضاً حسب الرغبة لماذا قلت أنني سأكون حسب رغبتكم ممكن تستخدمون الماء لكن إذا حبتكم تطيقوها شوية دسامة لطيفة سريعة تخلون اياني وجه داباع تخلون شنو تخلون هنانا الحليب الحليب تطيق دسامة طيبة لذلك ممكن تستخدمون هنانا شوية شوية حليب مرات يخلو لها حليب محلة بالحليب محلة يكون أيضاً طيبة وأخذ شوية من الزبت ميتة غرام مثل ما قلت يعني نمش على نفس الوصفة هذه شون حلاوة الطحينية نفس حلاوة الطحينية اللي أحتاجه طبعاً هنا لازم أن يكون الزبدة تكون سايحة على الأخير ورمت سيح رح يكون في عندي إضافة إلها هنانا السميد الناعم ورح يكون في عندي إضافة إلها أيضاً السكر مو كلش ناعم طبعاً لكن شوف الهن السميد الناعم شو فرق على السميد الخشن فرق طبعاً هذا أيضاً يكون خاص بالبسبوسة هل ترونه حبيبي؟ كالوزني 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 يكون خاص بالبسبوسة بالحلويات في صورة عامة أستطيع استخدام هذا النوع أيضاً يطيق في الطعم ويطيق أيضاً يعني خفيفة خفيفة كل شيء خاصة بسبوسة لا تريد أن تقوم بسبوسة هنا ويكون كلش خفيفة إذا أصدت النعم أكو بيوم أني أحب الناعم وأكو بيوم أني أحب الخشن طبعاً اللهي طبعاً طبعاً